السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا لا ننساش نعمل لايك ونشتراك في القناة وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد وعشان نكون منصفين وحقانيين يا جماعة في فيديو انتشر على سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي لأبو جبل لكن ده طبعا فيديو قديم وبيظهر ان هو بيغني من معسكره في نادي الزمالك وان هو مش همه وبيتجاهل كل اللي حصل ده وكل الانتقادات اللي اتوجهت له وكلام سمرة وتجاهل كل الكلام ده وبيغني وعايش حياته عادي ولكن ده مش الحقيقة خالص بالعكس بل بالعكس ان ابو جبل غاب عن عيد ميلاد احد اصدقاء في نادي الزمالك مع كل اللعيبة احتفلت في العيد ميلاد سيف الجزيري ولكن هو كانش موجود في الحقيقة بغيب عن المشهد ومش موجود خالص حتى النهاردة لما كان بيرعب في ماتش الزمالك والزمالك اتعادل اتنين اتنين النتيجة يعني سلبية ولا هم كسب ولا دول كسب ولا دول كسبوا المهم هو برضو كان يعني ما كانش بين عليه ان هو فرحان خالص ربنا يوفى الاحوال يا رب ده بس عشان نكون منصفين ومحدش يفتكن الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا ده انه فيديو جديد لا حرام ده مش فيديو جديد بل بالعكس زي ما قلت لحضراتكم ووريت لحضراتكم انه كان فيه عيد ميلاد لعيب من لعيبة الزمالك وهو ما كانش موجود وما حضرش العيد ميلاد ان هو بيطلب من نادي الزمالك خمستاشر مليون عشان يجدد عقد وإلا العقد بتاعه حينتهي قريف حيمشي من النادي لكن طبعا الزمالك حدد له اتناشر مليون وهو بيتفاوضه مع بعض في ان هو ياخد خمستاشر مليون لمدة اربع مواسم جيد وطلع تصريحات من السعودية ان يعني من نادي سعودي ان طبعا ابو جبل حيروح ويلعب هناك ولكن ابو جبل دفت كلام ده وقاله انه ده ما حصلش وانه ما فيش اي تصريحات وانه هو لسه موجود مع نادي الزمالك اصلا ما طلبش منه انه هو ييجي خالص والكلام كله اللي بيتقال انه الاهلي كان طالب ابو جبل انه ده اصلا ما حصلش وما تقدموش اي عرض من الاهلي خالص ومسيماني كمان قال انه هو مش هينفع هو الشنوي مع بعض لان ابو جبل بيعمل مشاكل لانه ما بيرضاش يعني احتياطي ومحدش طبعا الشنوي كابتن كبير ولعب كبير ومش هينفع انه هو يقض على احتياطي فهيبقى فيه مشاكل وخنائات هو عايز يجيب حارس مرمة ويقض ساكت ما يتكلمش لان ابو جبل عمل مشاكل مع جنش وعوات في نادي الزمالك لما كان قاعد عدك وكده اخبارنا تكون خلصت خلاص النهار ده وانشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله